السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله سعيدة بلقائكم في ثالث موعد أسبوعي أتمنى أن يجدكم في أحسن الظروف والأحوال أصلى الله وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين بعد فيديو البارحة والذي كان أول فيديو يخص البرنامج الصيفي لعلاج التصبغات قررت أن أضع بين أيديكم سلسلة من الفيديوهات يجب على كل من يرغب في التخلص من التصبغات أن ينسط إليها بإمعان ولا يفوت أي جزئية صغيرة حتى ينجح معه العلاج سبق أكان علاجا صيفيا أو شتويا وقبل الخوض في فيديو اليوم أود أن أخبركم أن هذه الفيديوهات تهم الجميع تهم من تعالجوا من هم بصدد العلاج ومن لم يبدأوا العلاج حتى الآن سنتحدث عن جميع المشاكل والأشياء التي تحص موضوع التصبغات سواء من بعيد أو من قريب وأقول لكم أنه ربما قد تظهر لكم بعض النقط غريبة عندما سنتحدث عنها وبعيدة ربما في نظركم عن موضوع التصبغات لكن ثقوا بي إن قلت لكم ليست هناك جزئية ولو بسيطة سنتطرق لها في فيديوهاتنا وتطرقنا لها بعيدة عن هذا الموضوع بالمرة التصبغات مسألة تعالج من جميع الأطراف أو تساهم فيها جميع الأطراف المحيط العناية والجانب النفسي وإن غاب عنصر من هذه العناصر أضمن لكم فشل العلاج أول مسألة سنتحدث عنها من خلال التجارب السابقة للأخوات الحمد لله حققنا 80% من نجاح العلاج هذه السنة أكيد ستتساءلون عن العشرين في المئة المتبقية ماذا حل بها الذي حل بها هو فشل العلاج لماذا؟ لماذا هذه الفئة دون غيرها فشل علاجها؟ فقلت لماذا هذه الفئة دون غيرها؟ الفئة التي تفاعل العلاج معها لفترة وتوقف أو تفاعل وشفيت وعادت التصبغات من جديد هي فئة استثنائية أقول استثنائية بالقناة ولكنها عامة وهذا ما نجده دائما فالفئة التي لم تعالج أو التي شفيت وعادت التصبغات فهي الفئة التي لم تقتنع لا بالعلاج ولا بالطريقة وبالتالي بصاحبة القناة وهي نفسها الفئة التي تطبق كل شيء لنفس المكان وهو وجهها وهي نفس الفئة التي أجدها بالتعاليق متسرعة ومتلهفة لبدأ أي علاج كيفما كان وهي نفس الفئة التي أجدها تسأل كل شخص ترك تعليقا ما اسم المنطوج الذي استعملت أو استعمل كيف استعمله وهي نفس الفئة التي تمرر الفيديو أو لا تقمله فتسأل أسئلة أجوبتها بالفيديو وهي تسأل عن أجوبتها بالتعاليق وهي نفس الفئة التي تهمل الواقي الشمسي تهمل المرتب وتهتم بالمنطوج المعالج ليلا فقط وهي نفس الفئة التي تقوم بإيقاف المنتوج المعالج بطريقة مفاجئة أو لظروف معينة هي نفس الفئة التي كلما سمعت ببرنامج جديد أو منتوج جديد أو وصفة جديدة تهرع لاستعمالها وتجربتها وهي نفس الفئة التي ليس لها صبر وتظن أنها بمجرد وضع العلاج ليلا سيصبح وجهها مرآة صباحا وهي نفس الفئة التي بعد مرور أسبوع أو شهر من العلاج تيأس وتمل من العلاج وهي نفس الفئة التي تستمع للفيديو الآن وتتساءل أيضا أين العلاج الصيفي سوف يدقوا أشخاص الذين تصمتوا لهذا الفيديو دابا ويقولوا كيف تخربك علينا هذه؟ كيف تقول فينا هو العلاج؟ فينا هو العلاج الذي قتلنا عليه كومبوتي البارح؟ أذكر هذه الأشياء حتى لا تقعوا في نفس الأخطاء وحتى من وقع في نفس الأخطاء نعطيه فرصة أخرى حتى يتجاوزها ويتفادها ويعالج أرى الفرحة ديالي هي أنني أشوف كل ش الناس الذين يتبعوا بعقوبة بوتي كلهم ما عندهمش تصمبغات دائما أقول وجهي بمكانه يعني لا يضره شيء والحمد لله لكن خوفي هو عليكم العلاج الصيفي من يبحث عن العلاج الصيفي أكيد هناك علاج صيفي فأنا وعدتكم بهذه المسألة لكن بداية هذا العلاج الصيفي يبدأ من كل هذه الأخطاء التي ذكرناها وهناك أخطاء أخرى كثيرة سبق وأن ذكرناها في فيديوهات سابقة منها وضع الواقي الشمسي الملون خلال فترة العلاج كذلك عدم وضع الكمية الكافية من الواقي الشمسي عدم تكرار الواقي الشمسي استعمال الوصفات الطبيعية بعشوائية عدم وضع الواقي الشمسي ولو داخل المنزل تعريض الوجه للحرارة دون حماية ولفترة طويلة إهمال العلاج وعدم احترام شروط وضعه ليلا ونهارا القيام بعمليات التقشير المنزلي وعند الاستحمام هناك خطأ يدمر عمليات العلاج يقوب به بعض الأشخاص ولاحظت هذا من خلال تجارب الأخوات بالقناة وهو اعتماد الغيتينول ظن منهم أنه يعالج التصبغات العنيدة أو اعتماده كمنسوج مساعد وهذا خطأ ما كنخدموش بالغيتينول ولو قد نلقوا هذه المسألة سنجدها في بعض الاقتراحات والنصائح اعتماد الغيتينول كمادة مساعدة ومدائمة للعلاج ولكن أنا ضد الأشخاص الذين يعتمدون على الغيتينول كمادة مساعدة في العلاج كذلك هناك من يعتمد ديفيرين كعلاج أو علاج مساعد على أساس أن ديفيرين مقشر وهذا خطأ كذلك الخطأ يقع فيه الأغلبية أنهم يظنون أن التخلص من التصبغات يتم عن طريق التقشير نعم هو كذلك لكن ليس بالشكل الذي نتصوره نحن الشكل الذي نتصوره هو أن المنتوس سيقوم بعملية اقتلاع للجلب الذي به تصبغات وظهور طبقة جديدة هي فعلا عملية تقشير لكن بطريقة هادئة لا تظهر مرة واحدة بل بشكل تدريجي لأنها أساسا عملية تقشير طفيفة تتم بشكل تدريجي ومع كل عملية تجديد للخلايا تتم هذه العملية عملية التقشير في يختفي فيها جزء من التصبغات في انتظار لاختفال الجزء الآخر فكنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا العملية كيف تتم وكنتمنى أن الناس اللي كتعاني من تصبغات ما عندها صبر يولي عندها صبر وتسمع الفيديوهات لأن في الفيديوهات أساسا العلاج وفي الفيديوهات أساسا الطريقة فكنقول دائما صبر جميل إن نحن استوعبنا هذه الأمور كلها أكيد أكيد مع أصعب حالات التصبغ فلن نتجاوز السنة في العلاج هذه مسألة كان ضمنها لكم ولو يكونوا تصبغات قديمة بزافعة وصعاب وعميقين فاتقوا بيا إذا استوعبتم وهذا الفيديو اللي اخطيت لكم دابا واللي اللي كتستمعوا لها دابا واللي اخطيت لكم قبل فكونوا على يقين ما غاديش نتجاوز السنة في العلاج فالعلاج الصيفي للتصبغات بإذن الله سيكون بطريقتين عنا واحد الفئة غادي تحتاج للطريقة الطبيعية في العلاج وعنا فئة غادي تحتاج للطريقة الكيماوية في العلاج وعنا فئة غادي تحتاج لكل الطريقتين في العلاج يعني الطبيعي والكيماوي وحتى ولو متعرجات بصفه نهائيه فعدي نكونوا هيئنا لبشرة للعلاج في فصل الشيطاء وغادي نكونوا مكسنا واحد جزء كبير من تصبغات انا كنا نظر على الفئة اللي ما زال ما بداتش العلاج اما الناس اللي بدين العلاج ولا يكمله بطريقة الكيموية ولا الطريقة الطبيعية يكونوا على يقين بانهم غادي يولي عندهم الوجه ما شاء الله تبارك الخالق مثل البرئات بالنسبة للطريقة الطبيعية فكما وعدتكم سنحضر منتوج منزلي اكثر من هائل للتخلص من التصبغات وامن للاستعمال خلال فصل الصيف ان شاء الله يعني واحد الحاجة غادي نوجدها كتعطي نتائج خيالية وزبينا بالزفعات وغادي تنفعنا في العلاج دينا خلال فصل الصيف طبعا ما ننسوش الطريقة الكيميائي ويولا المنتوجات اللي غادي نستعنوا بها وكينا الناس اللي غادي تخدم بطبيعي بحديثه وغادي جيب معها نتيجة جيدة جدا طبيعة الحال على حساب كل واحد والحالة دياله كان واحد تساؤل في الكومنتاك تعاليق ديال البارح الأخت سولاس شحال خصناء ديال الراحة باش نبدو العلاج او البرنامج الصيفي من مور ما كنا ناخده علاج خلال فصل الشتاء فسؤال وجيه جدا غادي نحتاجوا واحد الدورة ديال تجديد الخلايا يعني من 21 يوم حتى الشهر على الاكتر ديال الراحة اللي غادي نعتمدو فيها على الترطيب والحماية هاد المسألة مني غادي نبغي نعطيكم البرنامج فأكيد غادي نتحدثوا عليها بإذن الله فإن شاء الله غدا بإذن الله نكمل البرنامج الصيفي يوم الاثنين بإذن الله يكون معنا إما حالة أو حالات الشفاء نتيجة خيالية ونجد أن ترى النتيجة التي وصلت لها المتتبعات وعقبة لكم إن شاء الله في انتظار فيديو الغد من سلسلة فيديوهات العلاج الصيفي للتصبغات أقول لكم تبتوا موطابات أوقاتكم في أمن الله